اهلا بكم في حكاية مصرية جديدة دكتور مستفى حامد استشاري الامراض الصدرية والبطنية والمستشاري التبي لشركة اي م دي اهلا بكم دك اي مBrسود اي مرسي دك اشكرك اي مرسي دك اي مرسي دك اهلا بكم دك اي مرسي دك اي مرسي دك اشكرك الاقصال والمناعر صحبتنا الايجاب دي الجيوب الانفية دك كتير كتير جدا فعلا وبالذات ان انتي معاك انتقال فصول غير طبيعي خفات درجة حرارة رياح محملة بقتربة وطراب ناعم بطريقة شديدة لدرجة ان ممكن التراب ده يدخل جوه البيوت نفسه مع ان احنا قفلين كويس جدا ويمكن كل واحد ملاحظ ان لو على سطح مكتب اي حاجة مشى دي كده وانا قافل وكل حاجة بيلاقي ترابة ناعمة تخيل انك انت قدرت تشوفها طب اللي بيدخل جوه منطقة الانف عندنا قد ايه عشان كده يمكن الايام دي فعلا لابد ان نقطة كلمة جيوب انفية بنقاف عندها كتير قوي جيوب انفية في ناس ممكن تبقى مرضى وجيوب انفية وفي ناس قريده هي مرضى وجيوب انفية وبتعاني في هذه الايام يعني انا بتكلم على التهابات الجيوب الانفية الحادة والمزمنة اه فرق طبعا بين الاتنين فرق كبير انا عندي التهاب الجيوب الانفية الحاد وده بيبقى اقل من ثلاث اسابيع يعني بمعنى صح من ثلاث اسابيع لثلاث شهور ده بيبقى حاد ولكن التهاب الجيوب الأنفية المزمن ده بيعدي اتغاد شغور يعني احنا مشكلة عندنا فيه كذا حاجة ممكن تعمل للتهاب الجيوب الأنفية احنا اول حاجة ممكن العدوى الجو اللي احنا فيه المؤسرات المهيجات اللي احنا بنشوفها طراب النعم كل ده ممكن يعمل التهاب الجيوب الأنفية تاني حاجة ممكن تبقى فيه مشكلة قريدة عندي ودي اللي بتوصلني لحاجة مزمنة زي مثل انعواج الحجز الأنفي ممكن يكون نتيجة حاجة الشخص بيبقى ولود بها او ممكن يكون اتعرض لحادث وحصل انعواك في الحجز الانفي كل ده بيترتب عنه التهاب في الجيوب الانفية ممكن يبقى فيه زوائد في الانف زي اللي بنقول عليها اللحمية انفية فدي بالتالي برضو بتعمل معانا التهابات في الجيوب الانفية ولكن امتى اقدر اتصرف مع الاتنين يعني هل التهابات الجيوب الانفية الحادة غير المزمنة مبدئيا احنا لابد نبقى عارفين ان انا في حالة اهمالي للتهابات الجيوب الانفية الحادة هي قريدة بتتحول للتهابات مزمنة وكمان انت ممكن تعاني منها حتى في فترات مختلفة من السنة وخصوصا في الفترات اللي احنا زي فيها دلوقتي طيب هل فيه ممكن طريقة للوقاية من النقطة دي انا قبل ما اقول للوقاية انا احب انوه ان فيه بعض الناس بتستسهل الموضوع او تستخف بي موضوع الجيوب الانفية يقول لك اه انا عارف ان انا عندي جيوب الانفية يعني هعمل ايه خلو مبدئيا لابد انك انت تعرف ايه المشاكل اللي ممكن تعابلها لك الجيوب الانفية الجيوب الانفية ممكن تعملك مشاكل كتير جدا من ضمها ان رقم واحد ممكن تعملك حسية صدر بالذات حسية الجيوب الانفية تقدر بالتناوب تقدر على المدل بعد كده انك تصلك لحسية صدر يبقى فيه صعوبة في التنفس طب حوصل ازاي لحسية الصدر وردي انا المدخل لدخول الهواء الطبيعي هو عن طريق الانف اللي ربنا خلقها لنا عشان بتبقى فيه فلترز معينة بتنقي الهواء هو داخل من تراب بقى من فيروسات من بكتيريا انت نقلت النقطة دي اللي هي حصل انسداد لان انا مش قادر اخد نفسي من المنطقة اللي فوق فبالتالي حبدأ اخد نفسي عن طريق الفم سواء كنت صاحي سواء كنت نايم والاخص وانا نايم كده بدأت عرضت الجهاز التنفسي عندي لتشالنج اكتر ليه لتحدي اكبر طبعا طيب هل من الممكن ان انا اقدر اقف مع جسمي في القصة لزي دي اه طبعا انت تقدر تقف مع جسمك عن طريق فيتامينز معينة تقدر تديها لجسمك تأوي جهاز المناعي عندك لان انت في الاول وفي الاخر نقطة الجهاز المناعي هي نقطة مهمة جدا في القصة لزي دي بل ان انا كمان محتاجة أقلل للتهاب طيب فيتامين الف ودالي والأوميجا سري التلاتة مع بعض ما يستغنوش عن بعض بحيث ان كل واحد منهم بيكمل التاني في المشكلة اللي زي كده ازاي الكلام ده مبدئيا التلاتة من الفيتامين دولا بيبقوا موجودين في حاجة واحدة التلاتة من الجمعين بس في حاجة واحدة اللي هي زيت كبد الحوت اللي معروفة في مصر باسمه كولوسيز وممكن برا مصر تبقى معروفة باسمها تانية تانية المهم كلمة سر اللي هي زيت كبد الحوت اللي باسم الكولوسيز طيب هيفدني في ايه في مريض زي كده بسواء كان التهاب مزمن او التهاب حد مبدئيا انا بتكلم في مشكلة في الاخشية المخاطية في منطقة الانف بدان في مشكلة يبقى يعرف تماما ان قدرة الخلايا المناعية في النقطة المنطقة دي بتقل جدا وبتقل خالص مع اني انا محتاجها جدا عشان تقدر تسيطر على العدوى لو في عدوى فيروسية او بكترية فبالتالي اني محتاجها زود القدرة مين اللي هيزود القدرة دي مع العلم ان في ملايين من الخلايا بتبقى ماتت بسبب بس انخفاض درجة الحرارة طيب فيتامين الف هو ليه قدرة غير عادية احنا كلنا عارفين فيتامين الف ان هو فيتامين الجمال ولكن انا احب ان اقوه انه هو كلمة الصحة قبل ما يكون الجمال طيب هو هيزود القدرة الدفاعية بتاعة الاخشية المخاطية دي اللي الريدي بتكون تعبانة نتيجة وجود التهاب موجود فيها دي نقطة النقطة التانية انا بحاول اقمن نقطة الجهاز التنفسي السوفلي اللي هو سدرنا ودايما تبقى عارف ان منطقة الرئاتين منطقة الجهاز التنفسي السوفلي عندي لها اهمية كبيرة جدا اه ما تقلش اهمية عن الجهاز التنفسي العلوي ولكن اهميتها اني انا عندي حسية الصدر بتبقى اكتر واشد من حسية الجيوب الانفية الشخص ممكن يقدر يتماشى مع حسية الجيوب الانفية لكن حسية الصدر للأسف هو رقم واحد بتقلل نسبة الاكسوجين تبادل الاكسوجين ما بين الرئة والحواصلات الهوائية وما بين الدم فبالتالي مجهود الشخص بيقل فبالتالي قدرته على انه ينتج او على انه يقدر يعمل مجهود بيبقى قليل قوي معاني دي نقطة النقطة التانية انا محتاج حاجة تزود المناعة فيتامين دال المكون الثاني من الكولوسيس بيقدر يعلي كفاءة الجهاز التنفسي السوفلي عندي ده غير انه بيحسن وظائف التنفس عندي وده نقطة تانية بتضاف للكولوسيس بما يحتويه عن فيتامين دال نيجي بقى للأهم بتاعنا الأوميجسرية احنا قلنا ان في الأول وفي الآخر ده اسمه التهاب جيوب قنفية يعني انا بتكلم على التهاب طيب الالتهاب ده لابد ان انا استخدم مضاد التهابات طيب كلنا الدكتور وبس الدكتور اللي من حقه اللي يقدر يستخدم مضادات الالتهابات زي الكورتيزون ممكن تكون موضعية وممكن تكون حاجة سيستمك يعني عن طريق الدم باخدها اقراص وبس الدكتور اللي ليه حق في هذه النقطة طب ليه لان هو بيبدأ يعرف الجرعة قد ايه وامتى ادخل الكورتيكوسترويد جسمي وبجرعة قد ايه وابدأ اسحابها امتى اي لان في بعض الناس بتتعود على بخخات معينة وبفيها كورتيكوسترويد وبتمشي عليها فترات طويلة وللأسف يبتبع مدرد طبعا على المدى البعيد ماينفعش الكلام ده عشان كده بدأت تظهر بخخات عن درقة وموجودة طبعا بالفعل بخخات ماء البحر ودي حاجة ايه طبعا ضرارها اقل جدا بكثير بل انها بتفيد الاستمرارية طيب كل ده وبرضه يا دكتور انا محتاج مضاد التهابات الاميجس ري في القصة زي دي مضاد التهابات على المدى البعيد ما يضرنيش بل انه بيقلل كل الالتهابات المزمنة سواء كانت حتى التهابات روماتيزمية في العظم عندي التهابات موجودة في مناطق زي جهاز الهضمي التهابات موجودة في الجهاز التنفوسي ومنهم الجيوب الانفية عشان كده دايما انا بقول ان الكولوسيز في القصة دي استمرارية فكون ان انا بستمر على حاجة يبقى دليل على ان انا برضو ما اخدش اي اعراض جنبية منها الكولوسيز هو مكمل غزائي فيتامين الف ودال والأوميجس ري وملوش اي اعراض ملوش اي اعراض باخد الجرعة بتاعت اليومية لان الجرعة اللي بتدهني الكولوسيز هو عبارة عن جرعة يومية يعني بمعنى صح بعد نهاية اليوم هي بتنتهي معايا يعني الكابسولة فيها الجرعة اللي تكافي يوم مظبوط بس مظبوط وطبعا بتختلف على حسب الفئة العمرية هل بياخد كابسولة او كابسولتين او تلت كابسولات في حالة الامراض المزمنة زي الجيوب الانفية كتير من الامهات وانا بتكلم في العموم على الاطفال والكبار فعلا ممكن انها تستهتر بموضوع انتهبات الجيوب الانفية ولكن انا عايز اقول ان ده موضوع ما ينفعش نستهتر على نهائي ده حسية في الجيوب الانفية والعكس صحيح بتشخص على انها حسية جيوب الانفية وهو قريدي عنده حسية صدر فعشان كده احنا لابد ان نفك الاختلاف ده او بمعنى صح اللغباطة دي لابد انها تبعد عن بعضها فعشان نقدر كده الكولوسيس بيناسب او حسية الصدر بيناسبها وبينسب حسية الجيوب الانفية الكولوسيس بيناسب حسية الجيوب الانفية المزمنة التعبات الجيوب الأنفية المزمنة والتعبات الحادة ودي نقطة أما مشاكل الجيوب الأنفية واللي حب نقوها عنها الناس اللي بتستهتر تقول لك لا خلاص أنا متعايشة مع البوضع ما ينفعش حاجة اسمع كده النقطة بتاعتنا يا جماعة علاجة الجيوب الأنفية اللي بيكتبوا لك الطبيب المختص ما ينفعش يقف لصيف ولا شدة حتى لو أنت كويس يعني يتكرر كل ما تجي الحالة ما تاخدوش بس فقط في الأوقات المعينة من السنة وده مش صح لأن قريدي أنا بحاول أمنع منك النوبات كتر النوبات عندك والإصابات للأسف بيخلي الالتعب المزمن ما يروحش منك ده غير أن هي ممكن يترتب عليها بعد كده عدوة فطرية ودي من أسوأ أنواع العدوة اللي ممكن تصيب لأنها بتاكل أساسا في العظم بتاع المنطية الغضاريف بتاعت الأنف فعشان كده أنا محتاج أن أدل موضوع أهميته في النقطة دي بالزاد يعني حاليتك أولاً وأخيراً بتقول استشارة الطبيب مهمة جداً بمجرد ما نحس بأي أعراض من أعراض الجوء الأنفية حتى لو اتكررت معنا أكتر من مرة في السنة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة إحنا استشارة الطبيب هو أريدي بيكون راح للطبيب أريدي يعرف العلاج بتاعه بس في حاجة من اتنين لا بيعمل العلاج هو بياخدوهش غرف لما بيجي يتعف فقط لغير ودي نقطة غلق لا أنه هو ما بيحفص على الجهاز المناعي بتاعه ودي نقطة اللي احنا بنوح عليها في برنامج حضرتك أن الجهاز المناعي لابد أن يبقى في حالة قوة لأنه سهل جداً أن الالتهاب المزمن يتحول الالتهاب حاد لأنه أنا عند الجهاز المناعي ضعيف فعشان كده الكولوسيز في القصة اللي زي دي مهم جداً مريض الجهوب الأنفية بجانب طبعاً رشدة الطبيب اللي بيقوله تستمر عليها يعني الاستمرار على الكولوسيز ده وقاية كمان يا دكتور طبعاً وقاية وعلاج طبعاً ودي نقطة مهمة فعلاً حضرتك أسارتيها أنه بيستخدم كوقائي لأنه أنا بأمن نفسي أنه ما يجليش بعد جداً وكعلاج أنه أنا بأمن برضو في حالة مرضية بيساعدني على تجاوز الحالة المرضية اللي أنا فيها يعني بتنصح بي أنه إحنا ناخده في كل أوقات السنة أكيد طبعاً زي الزبط العلاج بتاع الطبيب المختص ببنصح بي ده بجانب بجانب في الناس اللي بتعاني من التهاب المزمن وكلمة مزمن يعني بيكون زادة عن ثلاث شهور اعرف أنه إنت بقيت التهاب ويبقى فيها مزمن بشكرك جداً يا دكتور والله أنا ببقى سعيدة وإنت موجود معانا لأن فعلاً الواحد بيحس بطمأنينة وبيحس بأمان أشكرك أنه يعني إن شاء الله كل الناس تبقى ما عندهاش أي أمراض وما عندهاش أي حاجة وإحشان باستشارة الدكتور مصطفى حامد بشكره جداً استشاري الأمراض الصدرية والباطنية والمستشارة الطبي لشركة AMD بشكر حضرتك شكراً جزيلاً وأشوفكم على خير وحب وسعادة في حلقة جديدة اشتركوا في القناة